دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس التاسع عشر المدير كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ المدرس فيه عشرة طلاب جدد المدير من أين هم أكلهم من بلد واحد المدرس لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا المدير أفي فصلك طلاب من أمريكا المدرس نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا المدير أهم جدد المدرس لا هم قداما المدير كم طالبا فيه من أوروبا المدرس فيه خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليوناني المدير شكرا يا شيخ تمارين تمارين اقرأ واكتب ثلاثة طلاب أربعة طلاب خمسة طلاب ستة طلاب سبعة طلاب ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب اقرأ واكتب عندي خمسة كتب وثلاثة أقلام خالد له ستة أبناء كم أخا لك يا آمنة لي أربعة إخوة في الأسبوع سبعة أيام كم ريالا عندك الآن يا عمار عند الآن ثمانية ريالات في هذا الحي تسعة بيوت جديدة لهذه السيارة أربعة أبواب كم ثمن هذا الكتاب ثمنه سبعة ريالات ونصف في هذا الفصل عشرة طلاب قداما وأربعة طلاب جدد كم قميصا عندك يا إبراهيم عندي أربعة قمصان عندي ريالان وخمسة قروش في هذه الحافلة عشرة ركاب أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين القوسين مثال كم كتابا عندك عندي ثلاثة كتب كم أخل لك يا حامد خمسة كم عم لك يا ليلة أربعة كم ابنا لك يا شيخ ستة كم سؤالا في هذا الدرس ثمانية كم راكبا في الحافلة تسعة كم ريالا في جيبك سبعة كم ثمن هذا الكتاب عشرة أكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها كتاب قلم تاجر رجل طالب ريال قرش أخ ابن الكلمات الجديدة الثمن نصف اليوم الجمع أيام الريال الجمع ريالات القرش الجمع قروش الحافلة الجمع حافلات راكب الجمع ركاب السؤال الجمع أسئلة قديم الجمع قدامة البلد الجمع بلاد الجيب الجمع جيوب أوروبا ألمانيا فرنسا اليونان مختلفة ماليزيا أوروبا 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 أوروبا